بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدر ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا اليوم نكمل المسيرة حول أهل الجنة كنا بالحلقة المنصرمة نتحدث عن الطرق والأعمال التي توصل إلى الجنة من خلال استقراء فضلتكم لأيات القرآن الكريم لله تبارك وتعالى اليوم نكمل نريد أن نتجول داخل أبواب الجنة في نعيمها مرة وفي لباسهم مرة وفي شرابهم مرة وفي صفاتهم مرة دعونا نتأنق في هذه الرياض كما كان ابن عباس يقول ما قرأت الحوامين إلا ورأيت أني كأني في رياض أتأنق فيهم نشم زهرة من هنا ووردة من هنا وطيب من هنا ومنظر جميل من هنا وكلها تنصب على الأعمال الصالحة لأننا قلنا من قبل أن في الدنيا الجنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة وهي جنة الرضا عن الله وبالله رضي الله عنهم وردوا عنه نعم مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى وهنا تصب علي الأسئلة لأننا نتجول ونطوف في رياض الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى للصالحين ولهذا أترك الميكروفون كما يقال بلغة الإدارة لفضلاتكم تتجول بنا فيها كيفما شئتم وبما يمن الله تبارك وتعالى ويفتح به لكم إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم أما بعد أولا أريد أن أقول إن المسلم والمؤمن الحقيقي يجب أن يدرك أمر هاما وإن الله سبحانه وتعالى أن الله ينغص عليه معيشته في الدنيا رحمة من الله به ينغصها عليه بالابتلاءات بالمرض بتضيق الرزق بإساءة الناس إليه بخوض الناس في عرض إلى 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 هذا التنغيص صورة من صور رحمة الله يريد رب العبادة عز وجل ألا تركنا إلى شيء ولا تركنا إلى الدنيا بل يريد أن يزعجك إليها يعني يريد ألا تركنا إلى شيء حتى لا يشغلك عنه شيء يعني في كل ورطة تقول يا رب في كل أزمة تقول يا رب فتخيل أنت أن تفهم القضية أن أكثر الناس بلاء وأشد الناس بلاء هم الأنبياء والأولياء فهم أكثر الناس صلة بالله كلما رأى ابتلاءات الدنيا رأى أنها دار منغصة يعني الابتلاء ليس مرهنا بالبعد عن الله سبحانه وتعالى هذا قبل مع المسلم هذا بلاء هذا بلاء يقمع الكافر قمعا ويحصل وحمد هل لك فرق بين البلاء والابتلاء الابتلاء هو اختبار المؤمن بالخير والشر جميل فهذا الابتلاء من باب تقويم حياة المؤمن بحيث أنه ينزعج عن كل شيء في الدنيا فيفر إلى الله ففراره إلى الله عز وجل كي لا يركن إلى أحد سوى الله هذا بابه فهذه في النقطة الأولى فأرى أن كثرة الشكاية يعني أنت تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم فأنا أهب كل للمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات لنجعل الإنسان كما قلنا من قبل يعقوبي المذهب إذا جاز التعبير لما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله فلما يشكو العبد إلى الله خراص ألقى شكايته عند من لا يغفل ولا نام ولكن سيدنا أغوب قال وأعلموا من الله ما لا تعلمون القصة ربما له درجة عليا على كل هذا العلم الذي عنده يعقوب يجوز أن يعطي رب العبادة عز وجل جزء من هذا العلم كلما اقترب العبد من رب العبادة عز وجل كلما اقترب وقتقوا الله ويعلمكم الله ليس العلم كثرة الرواية إنما العلم الخشية يعني إنسان يكثب من الرواية ليس هذا معالم العالم من يتق الله من إذا رأيت وذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه هل هذا اللي تراه سنوكا يتحرك فنحن نريد أن نقاعد قاعدة أن الدنيا مبنية على هذه الابتلاءات فلما تبنى على هذه الابتلاءات لأن فيه ناس من محبة الله لها يعني بتعبير العصر أن يكون هناك خط ساخن بين قلب العبد وبين أبواب السماء هذا الخط الساخن لا يكون إلا بكثرة الابتلاءات لأن العبد لو خل بينه وبين الدنيا ورفاهيتها وسعتها وعزها ومنظرها ومنظرتها يعني إذا جاءت التعبير فينسى العبد ينسى إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى لما يستغني ينسى إذا قال واذكر ربك إذا نسيت إذا نسيت أنك راحل إلى الله أذكر إذا نسيت موضع الصلاة ووقت الصلاة أذكر إذا نسيت أنك أذنبت ولم تتب أذكر هكذا واذكر ربك في كل حالة ففيه ناس من رحمة الله مثلا ربنا يرزق بيت معين ببنت مريضة أو نزلت وهي ناقصة شيء مثلا أو مثلا الناس يقولون معاق أنا لا أقول هذا لا يقال هذا هذا إنسان مبتلى وهو كرم في هذا البيت لأن هذا البيت سوف يصبح موصولا بالله عز وجل عن طريق الدعاء لهذه وهي ربما هي بركة في البيت سبحان الله ولكن أنا أرى أن هذه التي نقصت سبحان الله أفضل عند الله عز وجل من هذه التي تتلوى بجازتها يمنة الماسرة على أنغام موسيقى هذه المعاقة صحيح هذه المعاقة أما هذه فهي موصولة بالله هذه في قلبها خير كبير جابر بن عبد الله لما جاء أبوه وأرد وله من الأبناء أربعة في أحد خارج معاق إلى أين أبت قال إلى الجهاد قال يا أبت أنت أعرج وكان رجل ناقصة قال والله إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة قالوا نحن نكفيك قال والله لأشكوانكم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهب ودخل وأذن له الرسول الطعام والمهم إيه يعني استشهد فلما رأى الرسول جابر وهو وقف على رأس أبيه يبكي قال يا جابر والذي بعثنا بالحق نبيا ما كلم أحد أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر لما استشهد كلمه الله بدون حجاب وقال له عبد تمنى عليه يا سلام إيه أمنيتك قال يا رب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى يا الله قال إني قضيت وقضائي لا يرد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلم للعبيد أنهم إليها لا يرجعون ولكن أبحت لك وجشي تنظر إليه بكرة عشية الله الله فهذا المقياس واحد داخل عشان يعني أن يطأ بعرجتي هذه الجنة إيه القرم فهذا رأى ما لم نرى هذا أوتي من العلم الذي قلت أنت عنه وإنه الذي علم لما علمناه ما هو العلم أن ربنا سبحانه وتعالى أراه حقائق الأمور على حقيقتها إذن لأهل الجنة صفات محددها وأولها الصبر الصبر لأن ننصف الإيمان لأن ننصف الإيمان تعالى نتجول مع كتاب الله عز وجل وما أجمل كتاب الله تعالى العجب اللي في صورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة الأبرار جمع بار أو جمع بر والبر هو الذي صدق في معاملته مع الله عز وجل لأننا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم الذي أبر قسمنا الذي وعطانا من بره ومن فضله الذي وعدنا فما أخلف وعده ومن أصدق من الله قيله ومن أوفى بعهده من الله فالإنسان البار أو الأبرار هم أناس قال بعض الناس إما أنهم السابقون يوفون بالعهود أولهم العهد مع الله سبحانه وتعالى بطاعته وعهد الله عز وجل أن نبر عياله أن نبر خلقه الخلق عياله الله الله يعولهم فبالتالي نحن يجب أن نكون رحماء بالناس يرحم من في الأرض يرحم من في السماء هي كده إن الأبرار يشربون من كأس الكأس في اللغة تقال للكأس الممتلئ نعم صبنت الكأس عنا أم عمره عمر بن كرثوم ابن كرثوم معلقته الشهيد نعم فالكأس تقال بأنها مليئة بالخمر صحيح إذا قيل كأس عند لغة العرب صحيح الكأس مليئ بالخمر بس خمر تختلف عن خمر ذلك كتب الله عز وجل عن الجنة قال وعزتي وجل لا يدخلك مدمن خمر يعني لم يتب ولا الديوث قالوا يا رسول الله فاعرفنا من هو مدمن الخمر فمن الديوث الذي يعرف القبح على أهله ويرضى به يعني يعني زوجته ماشي عريانا في الشارع وهو راضي سلم يا ربي طالع قدام الناس ويقول لك يا عمد من غطية ما شاء الله هي في إيدة شعرها وإنشها ورقبتها وذرعيها ورجليها وفي حاجة يا أستاذ من غطية الحمد للتقبل اللي عليك هتقول ده يعني والموت يبعثهم الله هتقول في إيدة طب كيف تعلموا الغيرة ما سبحان الله فالمصيبة وزوجها فرح أو ماشي جنبها كده ممتسب ويستحي هذا ببروتوكول يا فضلت الشيك ربنا يهديهم ربنا يهديهم يا ابن الله سبحان الله ربنا يعني يعني يغرس فيه الرجولة بس إذا غرس فيه الرجولة غرست فيه الغيرة العربية الغيرة بس لا ناهيك عن الغيرة في الإسلام العرب كان لديهم غيرة الله أكبر قبل القرآن عبني أنا مرة في محاضرة قلت وددت أنتصل غيرة بعض الناس الذين تبخرت غيرتهم إلى مستوى أبي جهد وأبي لهب كيف هل قرأت في التاريخ وأنا أعرف بفضلا أن نقار أو إخوالنا من المشاهدين والمشاهدات الذين يدمنون القراءة أو يعني يحبون القراءة بل ليس يدمنون القراءة يحبون القراءة نأخذ المعنى الإيجابي لها الدلال الدلال فالبلغ أن أبا جهل قال مرة لأم جميل زوجة أبي لاد إذن لي بهذه الرقصة لا طيب أحفاد أبي جهل في هذا القرن حدث منهم هذا أم لم يحدث حدث أيضا فأيون أغير أبو جهل فرعون الأمة أم حفيده الذي جاء وأذن لذلك سبحان الله والله كان أبو لهب كان أطار رقبتها صح أو لا صحيح الغيرة العربية عمر بتاعدي عن ترى والوأغض طرفي ما بادت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها الله سبحان الله فهذا هو المنطق العربي أصلا ولذلك الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بحث في أمة العرب ليه عندهم أخلقات ليس موجودة عند أي أقوام أخرى الشهامة والنخوة والرجولة والشجاعة وحفظ الجار وحفظ الجوار وحفظ العهد بعث لأتمم مكارب الأخلاق فأين الغير سبحان الله فإن الأبرار يشربون والديوث لا يدخلون الجنة أبدا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها يعني مختلطة رائحتها المزاج هو الطعم الطعم كافورة الكافور لا يشرب لكن الكافور في لينه وبياضه هو رائحة طيبة رائحة زكية صحيح ففي رائحة الكافور هلا لذلك ربنا جال بعدها عينا يبقى الشرب من عين ليس الكافور الكافور ليس سائلا صحيح تشبيه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله إذن أول صفة في من دخل للجنة عباد الله إذن الأبرار وعباد الله وهم عباد الله يفجرونها تفجيرا وتحت عباد الله هناك كلام طيب وجميل من هم عباد الله في حلقة عن عباد الله وعباد الرحمن سوف نأتي لها خاصة إذن هنا الأبرار أيوة وعباد الله أبعثنا عليكم عبادا لنا مش عبادا للدنيا في الإسراء فجاسوا خلال أبعثنا عليكم عبادا لنا سبحان الله وذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الديرهم تعس عبد الخميصة أو تعس في رواية تعس عبد القطيفة عبد الديسي وسبحان الله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش معروف وإذا شيك فلن تقش يعني لو دخلت شوك في رجله الله ما يرزقه بحد يطلع به شوك لا إله إلا الله تنقش إذا شيك فلن تقش فلا يجب من ينسى أحد يعني خليها تعليه الله أكبر تعليه لأنه همته دانية والمؤمن همته عليا المؤمن همته سبحان الله العظيم يعني هامته همته في الثرية ولا تنسى نصيبك من الدنيا في تعميرها للآخرة في تعميرها للآخرة لا يستهب مجرد لا 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 إن الله يحب أن يرى أثر نعمتها على عبد وعلمت ربك في عده يا رسول الله إن العبد منا يريد أن يكون ثوبه حسنا وأن أكون نعله حسنا هل هذا من الكبر قال لا الكبر غمط الحق وبطر الناس أبطر الحق وغمط الناس بطر الحق إنكاره وغمط الناس ظلمه هو الكبر لكن تلبس تلبس لأخي وتمتع بس اعلم من أين لا تكن عبدا ما من عبد يلبس ثوبه فما بلغ إلى ركبتي وهو يعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو من الله إلا وقد غفر الله ما قد سبق له من ذنوبه الله أكبر لا إليه بس أنت أشعر رجع المسألة لنرزاق لأصلها لا بس خلاص لتسري سبحان الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا لكن العبد هو ماشي في الجنة معه قضيب كده من ذهب في زمرد وزبرجل وشغلانا كده ما شاء الله عز عز معنين هو ماشي كده سوى الله جان سوى يضرب بالأرض وأرضها المسك الأزفر مش تراب أرض الجنة هنجل الحديث مسك نعم مسك الأزفر مسك خالص سبحان الله فلما يضرب كده تطلع العيون العين اللي عايزة العين اللي عايزة يطلع في ما هي طبقات اللي في نياتي اللي في نياته سبحان الله يعني هي أصلا الجنة مش طبقة واحدة لا غرف من فوقها غرف مبنية الجنة الوحيدة الجنة الوحيدة الدرجات فوق يعني ما بين أرضها وسقفها مسيرة سبعين سنة يعني تطلع كده سبعين سنة سقفك لا سقف إذن الجنة فوق الأخرى هكذا بهذا المنظم سبحان الله وبعدين سبحان الله العظيم هو ماشي حتى في الدور الثاني الثالث الفوف يلمس هو يتجول يتجول هو يمشي يتجول هو وكان في الدنيا يتجول بفكره في ملكوت الله ويتجول بقلبه في محبة الله ويتجول في قلبه خوف الله فلما الخوف يتجول لاخله والمحبة محبة الله عز وجل تتجول ويعيش في هذه المعية خلاص قلت علي عبد الله تجول كما كنت تتجول لكن هذا تجول إكرام الثاني كان تجول صبر ومصابرة واستبار الآن خلاص الصبر كان صعب عليك خذ الثمرة تجول يعني سبحان الله يعني لا يصبح مقصورا على درجة واحدة من الجنة فقط ربنا منكره لما خلق الجنة فقال لها انطقي قالت قد أفلح المؤمنون قال الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك المسكين اللي كان محد يعير في الدنيا اهتمام رب أشعط أغبر ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ده ملك في الدنيا في الآخرة وملكا كبيرا سوف نأتي إلى الآيات وملك يعني مش ملك تمليك ملك ملوك سبحانه وملك ملك ملك الجنة لا إليه ملكه الله لأنه ملك الله في قلبه في الدنيا وملك الإسلام في قلوب الناس عملا وخدوة وسلوكا وصبرا واستمر لا يضيع عند الله يا ابن لا يضيع سبحانه الله عين يشرب بها عباد الله يشرب بها يشرب منها يشرب منها سبحان الله وهو يشرب بنفسه بكي يستشعر اللذة ماسه يخدم يخدم ويعيز يشرب مرة سبحانه الله مبليستثناءات سبحانه الله يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا مين عباد الله دول يوفون بالنذر هذه صفتهم أول صفة لعباد الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوم القيامة ده اللي شره كان مستطير هم كانوا في حالة خوف من الآخر بالصفة الثانية يعني يوفونا بالناثر وعندهم خوف من الآخرة ويطعمون الطعام على حبه على حب ماذا على حب الطعام على حب الطعام هو يعني أصل واحد يقول لك دعمي مالوش في الأكل لأنه هو عزير من الأكل العام لا هو يحب الطعام هو يحبه لكن رغم محبته يعطيه لمن ليس عنده هذا أفضل من لا يحب ويحبه لا طبعا هو يحبه ويؤثرون على أنفسه ويؤتون المال على حبه برضو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يعني أنا أعطي المال والطعام لمن؟ للمسكين من المسكين؟ الذي أسكنته الحاجة فلا يسأل الفرق بين المسكين والفقير المسكين هو الذي أسكنته الحاجة فلا يسأل يعني فقير ولكن لا يسأل يحسبه الجاهل غنيا من التعافف أما الفقير هو الذي لا يملك ولكن يسأل والإسلام يعطي فقير الحاجة إلى فقير الاحتراف لا معذرة على هذا تتحدث في عجلة الفرق مرة ثانية بين الفقير والمسكين المسكين الذي أسكنته الحاجة إما أنه ضعيف حتى لا يستطيع السؤال أو أن عزته بنفسه وبالله تمنعه من أن تكون يده سفلة هذا المراد بقول يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعاف لا يسألون الناس أي حافظ يعني ليس عنده قوت يومي ما عندك أي شيء ابن عباس قال بلغني قعد مع جانس كده أن فقراء أمتنا يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم وإن يوم عند رب كألف سنة لما يتعدون فقالوا لماذا يا ابن عباس قال لأن الغنيع إلى أن يحسب الفقير يحسب عليه تعالى فقال قائل أنا مسكين يا ابن عباس أنا فقير قال إذا أفطرت صار عندك للغداء وإن تغديت صار عندك للعشاء قال بلى قال ليس أنا فقير عندك يا عم فيه تعالي الهم سبحانه قال أنا هذا واحد ثاني يا لأنا ما لك قال أنا إن أفطرنا ما عندنا للغداء وإن تغدي ما عندنا للعشاء قال ولك ثوب ستر غير هذا ثوب الذي تلبسه قال له بلى قال ما أنت بفقير سبحانه الله فالثالثة قال أنا قال له ماذا قال له أنا لعندي لأن أفطرنا ما عندنا للغداء الغداء ما عندنا للعشاء وهو هو ده ما فيش غيره عامل زي سعيد بن زي ده ما كان يغتر الثوب ويستنى لما يجف وما يخرج عريان عليه قال له أنا فقير قال له ماذا إن ذهبت لتقترض من الناس أقرضوك قال بلى قال ما أقرضوك إلا لعلمهم أنك سوف ترد لا لا أستمي فقير سبحان الله فالرابع قال أنا أروح أقترض للناس قال لا تستطيع أن تعمل قال بلى نعم قال لا أستمي فقير قال السادس أنا ووقف وراح جاب شروط شروط الفقر دي أيوه بتاع صندوق النقد ده وإيه وصردها يعني ليس عنده أقوتو اليوم أيوه ليس عنده ثوب وليس عنده ثوب واحد إن اقترض من الناس ليقرضوك ليستطيع أن يعمل لأنه ليستطيع أن يعمل قال وتنسي عن ربك راضيا وتصبح راضيا يعني رغم كل ده أيوه قال بلى قال أنت من الذين يدخلون قبل الأغناء بنصر يوم يا سلام بس سؤال الغني الشاكر هو سؤال تكريم يعني يعني هو مش هيسأله عشان يوبخه الله لا يؤنبه لا يسأله سؤال تكريم سوف يسأل عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفق بس لازم يسأله لا يسأله صحاب سبحانه اللي خليها يسأل الصادقين على صدقين ليس سؤال عذاب لا لا ليس سؤال عذاب زي الابتلاء هو لازم تلاتب ومصيبة لنقل أصحاب الأموال أن يهدأوا لا طبعا الأمر فيه من الغني الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر خلاص لم لا لا أصلا الفقير الصابر لا لا أصلا الفقير الصابر لا ينملك الله الصبر ينملك الاعتراض تبعى نصيبة لكن الغني الشاكر عنده أبواب أخرى في غني مفتري صحيح ينفق أمواله ثم تكون حصرة تعالى يوم القيامة صحيح ثم يغلب والعذو يبقى الإسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف يعني الفقير المحترف اللي وقف في إشارات المرور اللي كل يوم يدلو 30 سنة فقير يمد لا أعطيه لا أعطيه الإسلام يقدر فقير الحاجة لا فقير الاحتراف الفقير لا يوجد احتراف فقر في الإسلام هذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما اليتيم الفقير اليتيم الفقير ما فيه يتيم غنب اليتيم الذي مات أبوه دون سن البلوغ ولكن فقير في يتيم أبو سبل ثروة صحيح في يتيم غني وهذا اليتيم عليه سكاه عند بعض الفخهاء لماذا لم تحدد الآية الكريمة هذا النوع من أنواع اليتم لا يعني أعتبا بها على الإطلاق ويتيما لا اليتيم المحتاج اليتيم المحتاج مع عبد الطبيعي لأنه اليتيم غني أم وأواصل إذا ما يكفو اليتيم هذا له خير وثوب بالآخرة الله كاهن مع الرسول عبد الله عليه السلام أنا وكافر اليتيم في الجنة يعني كافر اليتيم في الفردوس الأعلى وذلك أنا أهيب بالإخوة يسأله في مؤسسات كبيرة ترعى اليتامة يجيب صور الأطفال اليتامة وخلي الأولاد كل ولد وبنت يختاروا اليتيم اللي يكفره من مصروفه ويؤخيه في الله ويستقبله في يوم العطلة إذا كان في نفس البلد ويزوره في المناسبات تبقى أخوة في الله هيا قدر نفعل عمل الخير في المجتمع يتبع الولد عنه بير استطرات جانبي إذا أرسلوا أموالهم للمؤسسات وكانت مؤسسات كاذبة يأخذ الأجر والثوب بالشك مجرد أن خرجت من جيبه فإن شاء الله يعني بإذن يا رب العالمين أنا أثق في كثير من المؤسسات بفضل الله ويطعمون الطعام على حبه مسكيما ويتيما وأسيرا الأسير هو الذي وقع في الأسر وليس له الحرب أي أسير يعني إخواننا في فلسطين أسر إخواننا في العراق أسر إخواننا في كل مكان فيه اضطهاد أسر أنا أعينه يا أخي إلا أعينه بطعام أعينه بدعاء أعينه بحمل مشكلته أعينه سبحان الله بتقوية ظهر أعينه أن أشعره أن الدنيا ما زال فيها خير أشعر أن إخوانه ما زال يدعون له لكن أنفصل عن العالم يعني أرى أن من يفعل هذا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير ويطعمون الطعام على حب مسكين هذه للأغنياء لأن لديهم أموال إذا لم يكن لدي أموال وأنا أريد أن أطعم الطعام لتتوفر فيه الدرجة الثالثة هذه لما جاء الفقراء وقالوا يا رسول الله ليس عندنا ما عند الأغنياء صلوا فصلينا حجوا فعصاموا فصمنا ولكنهم أنفقوا الأموال ولم نستطع أن نفق هل نعمل إيه؟ قال ألا أدلكم على خير على شيء إن فعلتموه سبقتم غيركم إلا إذا صنع صنيعكم قالوا ماذا رسول الله قال عقل كل صلاة سبحوا ثلاثا وثلاثين إحمدوا ثلاثا وثلاثين كبروا ثلاثا وثلاثين الفقراء فرحوا رجعوا البيت الأغنياء بلقهم الكبر فرجعوا الفقراء تاني ومزعلني يا رسول الله بلغ إخواننا الأغنياء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله فضل فضل عليك خلاص لا نحن يمكن ما تدري سبحان الله أين الخير يعني أنت ما كنت يفتبه يمكن أن نقوم بهذا العمل بالني يعني نقول لو كان عندنا أهل أنفقناه في كذا وكذا أشكرنا عن الرجل في أخبار ابن إسرائيل لما كان يسير في عام المجاعة وقال ونظر فلالجبال حصر ورمال وحجارة قال يا رب وعزتك وجلالة لو كانت هذه الجبال طعاما لو وزعتها على عبادك قال الله يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صلقتك يا سلام الله قبل إنه إنه وحد ينام ونية أن نرفع قضية على أخوة الصبح وحد ينام نية إطعام الطعام نعم يعني إذا كانت للانتخابات لغرض من أغراض الدنيا لسلطة لسلطان لكذا يعني شيء بجوار طاعة الله سبحانه وتعالى يا ابن ما قلنا إن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك فمن أشرك في عامل مع الله شيء الله يدعى نصيبه لشريكه لله حتى في القتال الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة أيها في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذا أمر المناطق وكله على النية لا بد من تصحيل الناس مش فهم عن النية لذلك كل كل كتب الأحاديث تبدأ بإيه الحديث عن عمر عن النبي إنما الأعمال وبالنيات دايما دايما مسألة النية وعدها ابن حاجر في فتح الباري أن ده من أربعة عمد في الأحاديث عن النبي هذا أحد الأعمال الأربعة إنما الأعمال وبالنيات جميل نعم فتح البار الذي وعتني به دايما لله ولهذا قال ربنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور لا ده إيه الأغنياء اللي بيعطوا دول مش عايزين من الفقراء شكروا ولا غيروا ده هم الأغنياء اللي بيقولوا كده هذا كلام الأغنياء آه أو نياتهم سبحان الله مش يقول له الله يا ابن ده أنا اللي ربيتك ده أنا اللي كبرتك أنا إنت مش عارف يعني معذرة في اللفظة عض الإيد اللي تمدت له طيب كوي ما دي مصيبة ما دي مصيبة ما دي مما أصبر لان يبقى مش لله إن زعلت أنا مش لله صح والله طبعا الله هو أنا منتظر شكره وأبو بكر غضب من مصطح لا ولكن عندما ذكر ها ذكر قال لا أريد أن يغفر الله لي وعاد لا ده عادة ينفق على مصطح ويعطيه أكثر عشان يبحوا الشيء اللي كان علق في نفسه ناحية مصطح ولكن أنا تلبيس إبليس يكونوا كثيرا لحد معه ولازم يبني نغلق باب إبليسهم وإحنا أمال الأبرار يعني هيشربوا كده لازم يبني نصبروا شوي جرعة الغيظة التي أشربها في الدنيا أيوه وجرعة الصبر التي أشربها في الدنيا وجرعة الإيذاء التي أشربها في الدنيا وجرعة رد فعل الخير الذي أصنعه بسوء من الآخر ها هذه تجعلني أشرب من كأس كان مزاجها زنجبيدة أو زنجبيدة كفورة شوف كما تصبر تعطى كما تزرع تحصد لا شيء أسموه من الإخلاص صحيح بارك الله نكمل مسيرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الخوف من يوم القيامة الخوف من يوم القيامة لا يسمع بأمر عوب منه الله نخاف من أصحاب المظالم يهجم علينا نخاف من ملك الموت يهجم عليها فجأة وأنا ما تبت بعد من خاف سلم الله يرضى عليك يعمل ثم يسلم بس 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 الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجدة قالت يا رسول الله يسرقون ويزنون قالت يا عائشة يصلون ويصومون ولكن يخافون ألا يتقبل رب العباد منهم مرة ثانية الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجدة نعم يعني قالت يا رسول الله يأتون ما أتوا يعني يعملوا المعاصي يعني والكبائر قال يا عائشة يصلون ويصومون ويقافوا الوحيد لهم ألا يتقبل منهم الله أكبر الله أكبر نحن نفهمه على الجانب لا لا أخبر العظيم لما سهل بن عبد الله التستوري الله يرضى عليه قرأ أحد الحاضرين وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني صنع بشفتيه هكذا لسانه بشفتيه وكأنه تحسس قالوا ماذا يا سهل قال أستشعر الآية عندي وأنا أشرب صح شعر بالنهاية شعر بالنهاية أخي سبحان الله الله أكبر يعني وبيعيش فيها صحيح ويكه هنا تكرار يعني ما رأي فضلاتكم في تكرار الخوف من يوم القيامة بوصفيه المختلفين هذين لأن يوم القيامة شديد يقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرور مستطيرة ثم يوما عبوسا قم طريرة لأنه لأنه هو بين مخافتين هو أصلا في الدنيا بين مخافتين أو أيا هل نعبد الله على خوف منهم لا على خوف مننا على خوف مننا أن أعملنا لا ترقى لمستوى القبول أنت عايز تعمل رسالة ترسلها إلى رجل حاكم أو رجل كبير أو عالم كبير مثلا يعني فتحسن في خطك وتنظمها وتضعها في مظروف طيد وتعطرها ربما يقبلها لا يقبل يقبل أسلوبها طب يعني ينقذ هذا الكلام طب في كلمة ليس مبوطة فتحسنها الله يرضى عن أبي موسى الأشعار دخل رسوله ويقرأ فبعدما أنهى الصلاة قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير أردوود قال أو سمعتني يا رسول الله قال من أول ما قرأت قال والذي بعثك بالحق نبي لو أدري أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا يا سلام يا سلام حبروا يتجودوا يحسنوا يخبروا يعني يؤنقوا زي ما يكون واحد أمام واحد محترم يختار الكلمات الطيبة لألفاظ الجميلة بيت الشعر الطيب مش يبل المنخنقة والموقوذة يلحن في الكلام ويقض السبوية في مضجع ويخلي الخليل بن أحمد يستقيل والجرجاني ويقول أنا ما ليس دعوا بالبلاغة والقوعة وإن كان هذا هو لغة العصر أو سمة العصر الذي نحي فيه لا بد أن نعود مرة أخرى يعني ما ذلك وأنت من كبار الدعاء وما لك دعاء لغتهم هكذا رب نحن وإن تقفرهم جيدة أتمنى أن تسعنا كلنا اللغة العربية صحيح اللغة العربية لغة الدين يا ابني لغة الدين إن أحببناها أحببنا القرآن كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤمن في عز المعركة في بدر ومؤمن أعجمية نعم من الحبشة حبشية زي بلالكت وبعدين تقول قاتلوا سبت الله أقدامكم ولا تخرج سانها في الثاء في الثاء فيقول وسط المعركة يقول يا أم أيمن يا أم أيمن قولي نصاركم الله سبت بالسين يعني قيد أقدام أنت بتدعى على المسلمين سبحان الله فعزم مع معا والرسول أذنوا مع اللغة لا إله إلا الله سبحانه الله العظيم فلا بد أن نقوم ألسنتنا وهذا النداء نوجهه لجميع السادة المسلمين أنا أوجهه وأقول لقائمين على أمر التربية والتعليم أن يجعلوا يوما في كل أسبوع للغة العربية لا ينطق فيها مدير المدرسة أو مديرة أو العاملين فيها أو الإدارة أو الطلاب أو الموظفين إلا باللغة العربية فصحة لتنتهي اللهجات الخائبة التي بيننا فرقت بيننا للهجات لتجمعنا دغة القرآن الله سبحان الله نقوم ألسنتنا طيب إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا لما خافوا مرتين إن العبد قلنا أي بين مخافتين بين أجر قد مضى لا يدري ما الله فاعل به عمره اللي فات نعم من الآن لغتنا لغتنا بلغت إنزل تحت وبين أجر قد مضى قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه هكذا يكون المؤمن هو كده أنا يا تارى اللي فات قبل ولا لم يقل وكيف نعيش نعم كيف نعيش لا بالعكس عارفت لا 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 عارف كده تحسن عملك تجود عملك لا تغترب عملك لأن الناس يعني شوف استكثر القليل من الله واستصغر الكثير من عملك يا سلام حكمة بالغة صحيح فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة فوقاهم الله شر وقافهم اليوم شره كان مستطيرا يعزل السنة الله نعم خلاص وبعدين يوم عبوسا تخيل اليوم نفسه أصبح عبوس وصف اليوم بالعبوس هذا شيء قاسي جدا جدا ولذلك أكره العابسين أول ما يعيش واحد عابس يعني يوم عبوس في الآخرة وده في الدنيا صعب بين عبوسي صعب صعب سبحان الله تكفينا مخافتان أنت لا تأخذ على التقطيب أجرة لا حاول ولا قتل بالله إلي يا أبو ماضي أقول لا تجعل حياتك مرة ولا تجعل حياتك غير مرة الله صحيح سبحان الله فلقاهم نظرة وسرورا يعني لقاهم نظرة وسرورا نظرة في الوجه وسرورا في القلب في الدنيا أم في الآخرة في الآخرة فوقاهم ولقاهم في الآخرة ويجوز أيضا أنك لما تكون في معية الله أنك تكون يقول لك يا أخي فلندا بيقفز من وجه النور يا ما شاء الله مبتسم كده وهو راضي من نفس وجهه منير آه والله يعني ابن حمبر رضي الله عنه كانوا يعذبوا على قضية خلق القرآن أربعة من أولهم مرة واربعة وخلفاء يضربوه يغش عليه وهو يبتسم والمريدين يبكوا والشيخ أحمد بن حمبر الإمام من أهل السنة فلما يسيخوا يقول يا إمام كنت تضرب وتبتسم وكنا لا نضرب ونتكي قال كنتم أنتم ترون يد الجلاد أما أنا فأرى يد رب العباد يا سلام بس يا كده يا عائشة لما تعطرين درها مكي لا تقع في كف الفقير إنما هي تقع في كف الله عز وجل الصدقة هل معي واحد عايش بحياته كذا هل هذا وارد لنا الآن وارد ومن أعاش نفسه رأيت علماء جلانا لنا رحمهم الله رأيت فيهم هذا الله رأيت حياتهم هكذا وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم نعم الله مجعلنا من أهل العزم نعم ولقاهم نظرة وسرور وجزاهم بما صبروا أبو الله الصبر أبقى الصبر على ماذا وهم يفون بالنذر ويخافون ويطاعمون الصبر على ماذا فيه أكبر نوعي من الصبر صبر عن المعصية وأشد منه صبر على الطاعة صبر على الطاعة الصبر على المعصية نعلمه مش شقيق البلخي لما قال الحاتم قالوا نحن إذا أعطينا شكرنا وإذا ابتلينا صبرنا كذا تصنع كلاب وبلخ تماما وأنتم يا أصحاب الكلاب قالوا نحن قوم إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا عكس الموضوع الابتلاء لما أنا مؤمن ويأتي الابتلاء أقول الله الحمد لله أنا كذا مؤمن لو ما ابتلاش لو مرت علي كان زمن يقول أربعين يوم الآن أقول من لم تمر عليه ثلاثة أو أربع أيام بدون ابتلاء يراجع حساباته مع الله سبحان الله أيها قضية ابتلاء المؤمن هذا قوله انفصل وما هو بالهجر سبحان الله من لم يبتلى لا 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 بلا شك إما قلبه ميت إما الحس الإيمان عنده ضعيف يهو إما متكبر يعنده رياء يعنده غرور لا لا ولا لا سبحان الله فعند الابتلاء أصبر لأننا في معيّة الصالحين خلاص طب ومع الطاعة ومع الطاعة أشكر ومع الطاعة أصبر الطاعة عايزة صبر قال وأمر أهلك بالصلاة واستبر ما قالتش واصبر واستبر عليه أن يصير الصبر لك عادة أو قال واصبر نفسك مع الذين يدعونا ربهم ده في البداية آه لازم 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 أصبر مع أهل الطاعة لا بد أن تصبر لا تصبر سبحان الله قال لا لازم لن تصبر بأس قال ولا تعد عيناك عنهم اوعد تزعم لا خلقه كثيرا يا سلام شوف الرجل الصالح شوف الشاب الصالح شوف الصبيل يحطر القرآن الله أكبر واصبر ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطرح من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره تقول ملايين قاعدة كده ما لك أفهده ده يا لاب بنشوف المسلسل تقول ده حسرة على العباد ملايين قاعدة تشوف مسلسل لا إله إلا الله لا حول الناس تتحكي علينا وانتبعت تتفرق على إيه ضيع وقتك يا أخي لا يسألنا عن عمري عن شبابي فيما أفنيت عن عمري فيما أبليت ضيع الوقت هذا الوقت الذي هو أغلق شوف حقوقهم في الأوقات حقوقهم في الأوقات هل نعنوا محسبون على هذا طبعا طبعا حقوقهم في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها نود توضيح حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها أنا علي شوية الصلوات لا صلتها علي أيام كنت مريض في السيام لحقوق في الأوقات يمكن قضاءها أما حقوق الأوقات التي ضاعت فلا يمكن قضاءها العمر الذي وله من ذا الذي يرجعه لا ذاك الرجل المسلم العزيز قال لرده أمس بالحبالي يعني شيء مستحيل يعني. أنت تعيد الأمسة. رد أمسي بالحبالي. ونقل ماء البحر بالغربالي. مستحيل. وخير يعني أعمل لهذا العمل. يعني أحاول إيه يعني تديني أجر عشان أرجع أمس. وأنقل ماء البحر. وحجب عين الشمس بالعقالي. واخد أجر على هذا يعني. خير لي من أن أسأل أحدا ويدي سفلة. وأن لا أسأل إلا الكبير المتعالي. هكذا. عزة المؤمن كده. المؤمن هو رزقه مضمون. رزقه مضمون عند الله. ما تقلقش من الغد. الناس كنت في حالة قلق. وفي السماء رزقكم. هو المسألة. والله لو توكلتم على الله حق التوكل. رزقكم كما ترزقوا الطير. تغدوا خماصا. القضية ليست في رزق القضية في الكام. نريد الملايين والمليارات. ومتأمين مستقبل الأولاد. لا لا لا. أنا أريد الكيف. أنا أريد درها من حلالة. فيه بركة الملايين. أنا لا أريد. الآن أصبح الكلام. ماذا تركب من سيارة فرهة. أين تقطن. ماذا تلبس. ماذا تأكل. هذا صبغة العصر. شوف يا. هذه موازين القوم. ونحن والحمد لله عندنا ميزان آخر. أو مفروض أن يكون هكذا. وإلا وإلا نحن قوم كنا أذلاء. فأعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام. يا أدلنا الله. كلمة سيدنا عمر. تمام. غير كده. ده كيميا السعادة. نعم. هي أحطها كده كيميا السعادة. نعم. بركة الله في كم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الملابس بحث. لأنه حر ما عليهم في الدنيا. نعم. الحرير سبحان الله. متكئين فيها على الأرائك. متكئين بقاعد. فاضي بقاعد. سبحان الله يعني. نعم. معذرة الاستطرات جانبي. نعم. الحرير حور يممون في الدنيا. هناك بعض الملابس فيها حرير. عباية مثلا. فيها خيوط حرير. هذه حرام؟. لا. الحرير الطبيعي حرام على الرجال. الحرير الصناعي ليس حريرا. الحرير الصناعي ليس حريرا. الحرير الطبيعي اللي هو مندودة القز الطبيعي. حرام على الرجال المسلمين. حلال للنساء. أي كان حجمه؟. ولو بعض الخيوط. قال أن صحبيا رأى أخاه في الرؤية. قال كيف حالك بعدما ما. قال حسبني على الأشياء ما خطرت لي على بال. مزقت قولنسوتي. فرتقتها بخيط حرير. الله أكبر. فقيل لي أما علمت أنه حرام؟. خيط. المسلم حريص. صحيح. وقعدين الحمد لله رب العالمين يعني ربنا أوجد لنا مئة آلاف أنواع من الملبوسات. صحيح صحيح. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جنة وحريرا. الله أكبر. تنعم يا سيدي. متكئين. فيها على الأرائك. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لحرارة شمس. ما شمس ليس. الشمس الزمهرير هو؟. شدة البرد. البرد الشديد. لا 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 لا. في وادي في الجهنة والعزب الله. عبرنا عليه والعزب الله في الجهنة. لا نود العودة. دخلتها إن شاء الله بإذن الله. نظل في الجنة. ودانية عليهم ظلالها. ظلال الجنة؟. ظلال الأشجار اللي فيها. قال لك الأشجار في الجنة إيه؟. قال لك ترتفع لو أراد أحدا أن يصعد إلى فروعها. كده يعني استغرق مائة سنة. بزمن الأخيرة؟. أم بزمن الدنيا؟. الله أعلم من سنة؟. ومن كان مائة سنة بالدنيا. سبحان الله. لما تدود على الأرائك كده. الظلالة البعيدة. الأرائك جمع؟. أريكة. أريكة. وهي المجلس المستريح. يسموها الكنب في الدنيا. لكن هو الأرائك. سبحان الله. الأرائك اللي هي المقعد. له جوانب. له جوانب. لازم يكون له جوانب. عشان هو متكأ. صبرا. الفرش والتنافس. مقواصف جميل. الله يضع عليك. فيبقى جاعد كده. وبعدين الظلال من البعد الشهق ده. دانية عليهم ظلالها. يعني الظل نزلت عندك. نعم. قال إيه؟. وذللت. قطوفها تذللت. شوفوا الشجرة فين؟. قال الله. ثمرها جميل. تنزل الثمر. ظللت. الله. عشان ما يتعبش. هو تعب في الدنيا. كد في الدنيا. الله. مش جابوا الراجل اللي هو ما شافش هنا في الدنيا أبدا. ما شاف الويل والذل. وعذب وسجد. سبحان الله. وانتوه كالله وادخره. وبعدين غمسوا وغمسة في الجنة بس. غطوا وغطة. قال فخار لك القبر الليلة التنان عبدي. هل رأيت بؤسة من قبل قبر؟. يقول وعزتك وجالك. أنا في النعيم منذ أن خلقتني. أنا نسيت الهامل بتع دوني. ولذلك هو أول منازل الآخرة في البارسخ. لما 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 حكينا. تحددك. ولكن الرجل يقعدوا كده يدلسوه الملكان. ولكن مؤمن. يقول أتحب أن تعود إلى الدنيا. تقول ألدار الهمومي والأحساني ترجعاني. قدماني إلى ربي قدماني. في إيه انتهت المهزلة. صحيح. انتهت. سبحان الله. السطر أزدل. لهذه سبحان الله. نعم. ودانية عليه من ظلالها. وذللت قطوفها تذليلة. شف. تذليلة. سبحان الله العظيم. لا إله ده الله. ويطاف عليهم بآنية من فضة. عشان محرمة في الدنيا. سبحان الله. هو بالفضة وأنية الفضة والذهب ممنوع. طبعا. والمشاهدين المشاهدين العارف طبعا. يسألوا الصباح من الهواتف. طيب المغطة. الطبقة المغطة بالذهب. المغطة. ال�ذهب الخالص والفضة الخالصة. أو كوب. فيه أغلبه ذهب. أغلبه فضة يصبح حرام. الملاعق السكاكين. هذا حرام. طبقة. هكذا لا بس. لأن بعض الإخواننا الأثرياء. هناك إحنا وضعينه في البيت وتحفري يا ابن الحلاء. أنت مش هتاكل فيه. لا إله إلا الله. خليك عشان تاكل الأكل الحقيقي. يا ابن ده كل ده ممر. مش مقر. صحيح. ويطافوا عليهم. يعني الخدم. أتى بالفعل مبنيا المجهول. عشان الله أعلم. هما ملائكة. هما الغلمان. هما من الذي يخدم. عز. عز. مش يكون. لا. مش واحد. عما يمكشر وبص على. ويبص على. لا. تاني يقدم فقط ويمشي. صح الله. وهذه المتعة تانية. سبحان الله. ها بيسي. ويطافوا عليهم بآنية من فضة. وأكواب كانت قواريرا. قواريرا من فضة. قدروها تقديرا. إيه ماسك. أما الكأس. ليس له. طبعا. كمان الأبريق. له إيه. يد تمسكه. أكواب. بآنية من فضة. نوع أكواب. كانت قواريرا. قوارير هذه. زجاج. آي واسم. زجاجات. طبعا. زجاج خلقة. ليه. قواريرا من فضة. زجاج. لا. زجاج الدنيا. ها. مصنوع من طربة الأرض. نعم. من السيليكون. من السيليكون. من السيليكون. من الرمج. صحيح. وزجاج والآخرة. من المسك. لأن أرض الجنة. ايه. لأن أرض الجنة. مسك. ها. يا ده صناعة. ودي صناعة. كل شيء عنده أرض. صحيح. منبط. منبط الصناعة. المنجم. كانت شبان في الإسم فقط. فقط. وآنية من فضة. وأكواب كانت قواريرا. قواريرا من فضة. تقولي ازاي. هو زجاج ولا فضة. لا. في نقاء الزجاج. في ولون الفضة. تقول انت نقاء زجاج. عجيب. ولون فضة. من أين تصنح هذه الصناعة إلا. سبحان الله. صانعها يا رب العباد. سبحان الله. قدروها تقديرا. يعني قدروها تقديرا. يعني الخادم هو يضع لك. يضع لك على قدر ما تشرف فقط. أنت أحيانا تذكر عند واحد يروح يجيب لك كل أكواب مليانه خلاص. الله يمكن مش حيث تشرب كوب مليئ. الله عز وجل يشعر ياد الذي يصب. نياتك في الشرب. انت عايز نصف الكوب. ثلاثة أربعة الكوب. يعني حتى لا نطلب ماذا نحتاج. لا لا مش نطلب ماذا نحتاج. حتى يعطيك على قدر ما تشرف فقط. فلا تبقى في الكأس. انت لما تشرب شيء وتبقى في الكأس. تشعر الصاحب البيت ان انت شرابك أي كلام. صح؟ ولكنه الألم من البروتوكول أن تترك بعضا في الكأس. لا 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 لا. الطبق يستغفر للعاق. ما انت بتعرف يمكن هو ده. يمكن ده اللي فيه الشفاء. سبحان الله. في الان لاتدرون ان تكون البركة. ما انت عارف البركة فين يا ابن الحلال. بعدين سبحان الله يعني قدروها يعطيك على القدر. انت عايز قد ايه يا ابن سبحان الله. نغير ما تطلب. سبحان الله. مش فيه الآن استشعر عن بعد. بلا عارب اشعرف ايه قبل ايه. هذا ما صنعه البشر. صحيح. فاهم ابرونا برب البشر. طب يسير. بانية من فضة واكواب. كانت قوارير. قوارير من فضة. قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا. الله. يعني فيه اباريق. وفيه اكواب. وفيه كؤوس. جينا هنا للكأس. نعم. كأس ده مليئ بالخمر الذي لا تقتل العقول. ولا يصدعون عنها ولا ينزفون. يعني لا يصد عنها ولا تسكر ولا تتبعا. ويسقون فيها كأسا. كان مزاجها زنجبيلة. الزنجبيل. لان الزنجبيل في الدنيا لسرعة الهضب. زنجبيل يلطى في الدنيا لسرعة الهضب. مع رائحته. مع ما يعمل في الحلق. سبحان الله. بس ابن عباس قال. ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء. فقط. لكن هي ارقى من هذا طب. هنا مزاجها زنجبيلة. كان هناك مزاجها كافور. كافور. هنا زنجبيل. انواع تنوين. سبحان الله. ما هو شوفه. اي دار. اي مكان في الدنيا. انت تجي في يوم من الايام. تزهج من انه عايز تمشي. نعيم الجنة. اعظم نعيم. اللي يبغون عنها حوالة. لان الانسان قد يمل من النعيم. كل يوم نعيم كل يوم نعيم. انا عايز شوات بؤس. لكن لا. كل يوم لحوم. نريد ان نأكل فور. مثلا. ويسقون فيها كأسا. كان مزاجها زنجبيلة. عينا فيها. في عين مخصصة. تسمى سلسبيلة. السلسبيل من السلاسة. السلسبيل من السلاسة. والسلسبيل من تسلسل النعم ربعضها. ولكنه يتحدث عن الكأس. والكأس مرتبطة بالخمر. والخمر هي أنهار وعيون. ليس زجاجة. سبحان الله. سبحان الله. عينا فيها تسمى سلسبيلة. اسم العين هكذا؟ اسم العين هكذا. اسم العين هكذا. اسم العين هكذا. والله. كان لي يا عم رحمة الله عليها. كان اسمها سلسبيل. وكنت أحبها لإسمها. سلسبيل. سلسبيل. أه. تطلع علي. كان على أحد المشاهدين ينجب سلسبيلة. اسم جميل. اسم جميل سلسبيلة. سقضن الله عليهم. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ. هنا النعم كثيرة. ما ذالت الأيات في هذه الصورة تستطل في تلك النعم. نحن نحن نتعلم. نحن نعم الجولة. سبحان الله صحيح. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ. ليه مُخَلَّدُونَ؟ ما يكون عندك سائق أمين أو موظف أمين في البيت أو في العمل أو مدير مكتب أو واحدة تعمل طباخة في البيت وأمينة وأقلها طيب. تبقى قلق أنها ما تمشي إلى بلتها. نعمل إيه. وما تمشي إزاي. طب وده مين يوصل الأولاد للمدارك. تقلق. صحيح. لك ربنا أولا. الدول الخدم دول مُخَلَّدُونَ. لا تقلق. الخدمات دي مستمرة. سبحان الله. لا يوجد يوم من الآن. أنت خلاص. أموالك انتهت. نحن خلاص. هنمشي لك الموظف. لا. ولدان مُخَلَّدُونَ. ولدان جمع ولد. جمع ولد. صغير. 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 هل ملائكة أم من البشر. إما أن الله خلقهم بيد يكون فيكون. وإما أنهم أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا. سبحان الله. ولكن. ولكن. أميد إلى أن هؤلاء الولدان خلقهم رب العابد. لأنه ممكن يجي يخدمني. أنا لا أريد ابني يخدمني. أنا أريد حد ثاني. أنا أريد ابنيه على جنبي. عشان ما فيش حزن. صحيح. سبحان الله. ويطوف عليهم ملدان يطوف. كل شيء يطوف يطوف يطوف. سبحان الله. عليهم ملدان. إذا رأيتهم. حسبتهم لؤلؤا منثورة. ليس تصاح الساق الصبح. ومن قلضة في وشك. والعزب. يقول يا سطار يا رب. لا أقود أنا سيارة أحسن. أحسن كده شكله ليس مريح. صح. لابد أنا أحسن. سبحان الله. سبحان الله. بعد النعيم ده يقول له. إيه. وإذا رأيت ثم. إذا رأيت هناك. ثم بمعنى هنا. هناك. آه. وإذا رأيت ثم. رأيت نعيما وملكا كبيرا. خل النعيم نكرة. يقول لك يا إذا رحت في البتال. تقلقت لأيك ناس. يعني عدد ضخم. كتير. لنكرة اللي أيه. لتكثير. وإذا رأيت ثم. هناك رأيت نعيما. وأيك. وملكا كبير. الملك عن. وملكا كبير. مش من باب التملك يعني لا باب انك ملك بس ملك ايه ملك كبير وملك ايه صادق ليه لان ربنا قال في مقعد صدق عند ملك المختلفة كل مقعد يزول فهو مقعد كاذب وكل مقعد يدوم فهو الملك الحقيقي وهذا المقصود بقوله في مقعد صدق عند ملك الحقيقي الذي لا يزول لا يزول هارون الرشيد وهو ينازع قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه الذي شوهه صورة واذا رأيت الخطب لمن انت مؤمن انت مؤمن سبحان الله واذا رأيت ثم رأيت نعيم او واذا رأيت محمد الكلام له اكثر في البداية عشان هو مبلغ صحيح ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر يستطرد ايضا فرقاء سبحان الله سبحان الله عليهم يعني 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 ثياب سندس خضر السندس اللي هو ما رقى من الحرير الحرير والاستبرق ما غلظة منه فالملابس الداخلية للملك الجنة حرير مش الياف الصناعية تعمل له حساسية وتخذ جسمه عين ويروح ويروح على المستشفى ويدي له كريمات ويضروا لجسده سبحان الله فسندس خضر واستبرق بس وحلوا وحلوا أساور من فضة ها قال لك الفضة الفضة دي عشان الرجال لكن الذهب للنساء هذا قول ها لكن فيه كلمة بعدها هنجل نفسر هذا أكثر وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهور من كيف سقاهم ربهم أولا قبل طهور يسقيهم الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى من منه وفضله وكرمه بعد ما يأخذ الشراب اللي مزاجه كفور ومزاجه زنجبيل والعين اللي فيها سلسبيل كلنا ويطوف وربنا أعد لهم تحت العرش في يوم يساوي يوم الجمعة ما نحن نحن نعرف الأيام بإيه بشروق الشمس وإيه وغروبية طب ها ما في الشمس قال إيه الظل يرد الرواح إلى الغدات والغدات إلى الرواح سبحان الله لا يوم في الجنة الظل لا يوم في الجنة ولا صلاة ولا أم ولا عبادة ولا غيره سبحان الله دردشة وعز وفصحة وأكل وشرب سبحان الله أصلاوك في يوم يواز زي من المسلمين كانوا يجتمعون من الجمعة يروحوا يجتمعوا في سوق الجنة ويدخل عليه ملك معذرة ننتظر قبل سوق الجنة فصل قصير ونعاود الاستماع إلى فضلاتكم في هذا التجوال والتطاف مشاهدين الكرام ومستمعين العزاء ابقوا معنا نوصل بعد هذا الفصل أستاذ الدكتور أمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى وإلى سوق الجنة إلى سوق الجنة يدخل عليك ملك من الملائكة عند السوق لا يدخل عليك في ملكه في قصوره نعم قصوره ونوره وحوره ودوره سبحان الله معه بطاقة طاقة عضوية دعوة دعوة ربك يستزيرك فزر الله أكبر لا إله إلا الله ناتي للأحاديث نعم ولكن بس عجالة أنا هنعود الكلمة لتفصيل سنة نعذي نعذي فهم مشيين تنطر عليهم الجنة مطر ينزل مطر مطر فتاة أنواع من الطعام ما أكلوها من قبل في الجنة لذلك لدينا مزيد نعم هل أطعب طبوهم اسقوهم فيسقوا شرب سبحان الله اكسوهم تنزل ثمرات الجنة تنع عن حلتين ما رأى الإنسان أحلى منهم يلبسوهم سبحان الله ويتوقع الرد يجتمع الجميع كما كانوا يجتمعون يوم الجمعة تعويض ولذلك يا بؤس عبد الله يصد الجمعة من ترك جمعة دون عذر طبع على ثلث قلبه ومن ترك جمعتين دون عذر طبع على ثلث قلبه ومن ترك جمعة ثلاث طبع على قلبه كل فران على قلبي وحجب عن نور الله لا إله إلا الله وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا إن شاء الله مع بعضهم البعض هم يعرفون بعض طبعا وأقبل بعضهم على بعض من لي سبحان الله لا إله إلا الله لأن أنت تحب وناس ما رأيتهم يعني بالله عليه لم أقول لك أبو هريرة تحبه تعرف كيف صفته تقول عثمان بن عفا نقابلهم في الجنان بإذن الله أنا أريد أن أجلس مع خالد بن وليد ليحكي لي قصة حرب اليمامة ينقلك المليكة فورا ومن أمكن أن نرى المصطفى عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم أنا أريد أن أجلس الحبيب المصطفى حبيبي يا رسول أن تحدثنا عن ليلة يوم الغار تحدثنا عن إسراء الميراج تحدثنا عن أصعب يوم يتسمرون سبحان الله لهم ما يشاءون عند ربي لهم ما يشاءون فيها بس بس سبحان الله ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثيابا سندسا خضنا واستبرق وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا في هذا اليوم يعني اليوم اللي كنا بنجفع لجاب القصة شرابا طهورا طهورا سبحان الله طيب طهورا من ماذا أولا طهورا لأن سبحان الله إنما هو صناعة رب العبادة على الزوجان ما سال في نخر ما لوثته يده إنسان ما وضع إنسان فيه شيء سبحان الله ما سال في نخر ما سال في نخر لا إله إلا الله سبحان الله إنما خلقه الله كن فيكون فكان ماء طهور طهور من ظلم الدنيا سبحان الله الناس سبحان الله بتفترع على بعض واللي يمنع الناس من الخير واللي يمنع الناس من الماء سبحان الله العظيم خام ربهم طهورا من كل شيء سبحان الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سعيكم في إيه في الدنيا الله أكبر سعى في الدين وعمل خير عمل صدقة جارية أطعب الطعام ألان الكلام صلى بالليل والناس يوم تعب ما فتى من صفات يفون بالنذر ويخافون كذا هذه الصفات هذا سعيه لم يضع عند الله إنما شكر نعم منها يعني أشياء أرى أرى من السهل تنفيذها الوفاء بالعهد والخوف لا يكلف الطاق نفسي لو سعبس عايزة صبر عايزة مصابرة عايزة استمرارية مش أطيع النهاردة اليوم ووعدين أعصي أسبوعين مش على سطر وصيب سطر مش صفحة وصفحة لا 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 يعني أعيزة مواظبة نعم ولذلك ابن القيم يقول يعني أتترك هذه الجنات يعني لوعدك رب العباد وترك إلى دار فيها أصحاب العهات والآفات يعني الإنسان شارب الخامر هذا ليس صاحب عهة صاحب عهة الإنسان الظالم والعاذب الله رب العالمين الذي يظلم الناس وهكذا وهكذا ما تنظر في وجه وكذا ولهذا يجيلك اكتئاب والعاذب الله النظر في وجه الفاسقين يضيق الصدور صحيح طوف بنا أكثر في مسألة الجنة الله عز وجل حصل بيع وشراء بيننا وبيننا ولكن نسينا البيع إن الله اشترى التوبة من المؤمنين نقف عند هذه الآية من تجوال صحيح إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أنفسهم وأموالهم طيب يبقى المشتري من الله سبحانه وتعالى عظيم خلاص أنت الآن تتنوب عن عن المشاهدين والمشاهدات والمستعيلين والمستعيلات في الحوار معي في المسألة بارك الله فيك المشتري الله الله طيب والبائع الإنسان المؤمنين المؤمنين مش أي إنساء نعم إن الله اشترى من المؤمنين اشترى أنفسهم وأموالهم يبقى الشيء المبيع الأنفس والأموال يعني أنا بيعت نفسي ومالي لله ومن خارقها أساسا الله سبحانه وتعالى عظيم كيف يشتري شيئا الله يفضع بك من كرم الله علي أعطاني النفس والمال الهذاني أمانة عندك إلى أن أقبضك لتدخل في عالم البرزخ ثم الآخرة عظيم نظيم يا ربنا ليه حرم الانتحار ليه ليست النفس ملكا ليه ما يرضى عليك أنت تتخلص من شيء أنت تملكه أنا لا أملك هذا الشيء حرم الانتحار طيب ليه حرم أن أشتري بالمال مخدرات أو خمر أو أغاني أو فوضى من هذه أشياء يعني لا ترضي الله عز وجل ليه لأن المال ماله من ماله الله سبحانه وتعالى أنفقه مما يجعلكم مستخلفين فيه عظيم يبقى أنا إيه أمين خزنة يقدر الرجل اللي جاعد على الموظفة خزينة في البنك أو في الشركة ينفق مال إلا بإذن من صاحب المؤسسة ووفق القانون لا إذن طرحنا فضلت الشيخ نقط حينما نقول نفسي وأنا حر فيها أو مالي وأنا حر فيها لا 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 إنما المال وماله الله والأنفس لله نقول نفسي أنا حر فيها لا 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 مش نفسي لا لأن الله عز وجل أنا أقول لك شيء أنا اشتريت منك سيارة نعم ولأماناتك ولعلمي بسابق أماناتك قلت لك المبلغة هو بتاع السيارة نعم ولكن خليها عندك احفظها إلى أن أخذها في الوقت المحدد نعم هل يجوز لك أن تؤجر السيارة لا هل يجوزك أن تركبها وتستخدمها لا ليه أمانة طيب يبقى النفس لما تعمل لغير الله أوه ها والمال لما ينفق لغير وجه الله غير طاعة الله يبقى الحل إيه ها مخالفة للأمان الله يرضى عليك ضيعنا الأمان يبقى دي المخالفات اللي بتحصل لأننا ظنيت أيها في الوقت طيب عشان ما ليه أنا حر فيه وجسمه أنا حر فيه يروح يشتري إيه سجاير يدخن به أضاع المال وأضاع النفس وهما أمانتان فدمرت فخان العهد فما وفى بالنذر هنا بقى يدخون بالنذر فما وفى بالنذر يستثنى من هذه الطاعة لا ينفعش ضيع لا هذا ضيع الأمان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صح ولا لا خرج من هذا يقراع الأمان راع أنت الله سبحان الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظلوما لمن لنفسه وللأمانة يا سبحان الله جهولا بمدى أهميتها وبما حمل والجاهد لا ده جهول والأمانة هنا الأمانة في العقد والتخليف فربنا سبحانه وتعالى إن الله اشترى المشتري هو الله سبحانه وتعالى الباع من المؤمن خلاص المؤمنون وبعدين الشيء المشترى النفس والمال الثمن بأن لهم الجنة عظيم عظيم طيب عظيم أنا أشتري منك يعني نفسك ومالك الله عز وجل هو الذي اشترى مني ومنكم للمؤمنين أنفسنا وأموالنا وهي ملك له أساس وهو الذي وهبنا إياها صحيح ولكن من كرمه أن استأمننا عليها طيب إيه إن الله اشترى من المؤمنين نفسهم وأموالهم اشترى لفعل مرض يبقى التسليم تم أو لا تم مش تم صحيح يبقى يضيع حرص طيب بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل والقرآن ثم يقول ومن أوفى بعهده من الله إحنا عطونا لا أحد لا أحد هو استفهام استنكاري استفهام استنكاري صحيح هل هناك أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله لا أحد يا رب وذلك علماء القراءات يقول عدمونا صغارا وما يزل نتعلم يقول وقالوا اتخذ الله ولدا كانك من يجب تخفض صوتك أدبا مع الله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحان تعال صغار تشعر ان ده فاهم تشعر ان اللي يقرأ ده فاهم القضية مش أقول له وده والتاني يقول الله يفتع عليك لا مش يقاتلون في سبيل ده فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الله انت استبشر يا مؤمن انت بايعت خلاص ابن تيمية قال ابنه الحق رجال السلطان بالباب وقد شرعوا أسلحتهم وسيوفهم قال يا ابني ايخلروه قال يا ابني أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله لا لا إهدى إهد عزده الحاكم يعني انت آذيته وكلمته كان في إيران نعم انت آذيته لم يتيمية فاذهب لتستسمح قال أنا العلم يؤتى إلي هذا الرجل لو جاء ليقب بلادي لأبيت عجيب عجيب لما وجدوا عبد الله سين العابدين ابن الحسين والناس توسع له عند الحجر نعم وهشام ابن عبد الملك فالناس ألغت أمير المؤمنين وراحت توسع لابن الحسين رضي الله قال من هذا فكانت قصيدة تتفرز المشهورة وليس قولك من هذا بضائره العرب يعرف من أنكرت والعجم صحيح هذا بجدي رسول الله قد ختم إلى أن قال ما قاله سبحانه الله فقال هذا قالوا يا أمير المؤمنين قال هذا هو أمير المؤمنين من قضية أنا أمير المؤمنين سبحانه الله من تتحلق وتتجمع حوله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هل رأيت فوزا أجمع من هذا الفوز نعم وإحناما يصف الفوز الفوز بالعظم فهو خالص من الله سبحانه وتعالى ومن الله العظيم ومن الله العظيم سبحانه وتعالى صدق والأمر فاستبشره الله أكبر لا أنت لا استبشر في الدنيا الآن أنت احمد ربنا يا شيخ سبحانه وتعالى وماذا أيضا نزيدنا يا شيخ تعال يا سيدي لصورة صاد نعم هذا ذكر كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصالحين من عبادة بعض الأنبياء سورة صاد بعدما ذكر هذا ذكر يعني المتقين أيوة أيوة لا حسن المآب يعني 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 يأخي هيلقوا في مزبلة التاريخ وذنب مزبلة التاريخ إيه يعني في ناس وضعوا بصمات سوء في التاريخ لا احنا عايزين هؤلاء هم المصطفين الأخيار دول المصطفين الأخيار طب ربنا قال عنهم هذا ذكر هذا هو ذكر الحقيقي تقول إيه ربنا ذلك الكتاب يعني لا كتاب سوى ليس إلا هذا الكتاب لا ريب في هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب المتقين لهم حسن ما أرجع إلى الله أين ومتى في الدنيا وفي الآخرة المتقين لهم حسن مآب يأوب إلى الحق فلما يأوب إلى الحق في الآخرة يأوب إلى الجنة إن الحق ثقيل كثقده يوم القيامة وإن الباطل لخفيف كخفته يوم القيامة فثقلوا موازينكم بالحق ولا تخفونها بباطل الحق ثقيل على من يقول وعلى من يسمع سبحان الله وأقول أنت صديق والحق صديق فإن اختلاف لا الحق صديق الحق حق أن يتبع صحيح بس الحق أن يتبع لسيدنا أمر ما ترك لك الحق صاحبا لا الحق الحق ثقيل بس عليه بها والله عليه بها والإنسان يقول الحق ويتق الله والله ربنا سبحانه بس يقول بطريقة ما فيه عرض للحق بطريقة لطيفة وفيه عرض للحق بطريقة تسيء إلى الحق وتسيء إلى من قال لا تجعله جادلا ولا ترسله جادلا هكذا لأنه صعب لأنه ضدها والنفس سبحان الله ضدها والنفس يعني 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 الحق سبحان الله خذيك كده سبحان الله قال قال يا رسول الله قبلت جارتي قال هل صليت معنا الغدا قال معنا وراجب بحرج بالنفس قال إن الحسنات يذهبنا السيئة هل هتؤيسوا لي من رحمة الله يا سلام يا خف تحلوبا بالرحمة الله يرضى عليك سبحانه الراحمون يرحمه والرحمن نعم جنات عدن بحسنا مآب جنات عدن وصف وده أول أجلنا وصف إيه يعني بعد كده نسمع المسميات الجنة جنات عدن هذه درجة منها درجة منها جنات عدن دي عدن أي أقامة عدنة في اللغة عدنة فلان بالمكان يعني أقامة فيه جنات عدن يعني يعني إنسان يقيم فيها ويقال أن جنات عد جنات عدن وجنات الفردوس هي التي غرسه ما رب العبادة بإليه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله أكبر إن المتقين هو المتقد سهل ما معنى التقوى يعني كيف أكون متقيا لله سبحانه وتعالى شوف السيدة مريم لما قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية في سورة مريم أيوة أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية يقال أن كان في رجل منحرف يعيش في بيت لحم في هذه الأونة يسمى تقية ما في ناس لا تسمى أسماء معجيبة سبحان الله سبحان الله كريم ويطلع بخير محسن ويطلع والعياذ بالله سبحان الله النبي هو أغبى الأغبياء سبحان الله وفي ناس والعياذ بالله ما وضعت أيديها في خضراء إلا ويبس الأخضر ولا وضعت يدها في شيء إلا وخرب ويقال أنه عبقري مصيبة سبحان الله أو يقال أن إن كنت رجلا تقيا فاتقل لها في فالتقوى يعني زي بالضبط كلمة سيدنا عمر لما شرح التقوى قالوا أما سرت في أرض ذات وأشواك قال بلى قال أنا قال ماذا صنعت قال شمرت واجتهت شمرت واجتهت يعني اجتهت يتحسس مواضع قدر أبلغ ويقى هذا التقوى هذا التقوى أن يتحسس مواضع أو في الحياة رح فيه رح فيه ما قال الحسن البصري كم خوفوك من الله خفي تخيل أنك ركبت البحر سفين يعني في قارب وتحطى مقاربك لم يبقى منها إلا لوحا واحد وسط أمواج هائجة ما شعورك قال خوفو شديد قال هكذا أنا مع الله ليلة نهار والمفروض أن نكون هكذا صح وهذا الخوف ينبت محبة أنا لم أخف من أبوي أخف من رجل كبير أخف من العالم مثلا من منطقة أحبه الخوف يولد حبه هذا ذكر إن للمتقين لحسن جنات عادن مفتاحة له بالأبواب وهذا هو العز أنت الأبواب مفتحة هنا جنات عادن خاصة بالمتقين أه طبعا تحديد الآية صحة تمام كده طبعا مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب المرة دي قال فاكهة كثيرة طب مفتحة لهم الأبواب أبواب ماذا؟ أبواب الجنة الثمانية أقول دعا مفتوحة يعني هذه عادن لهم والسبعة الأخرى لا بأس كلها مفتاحة الأبواب لا تغلق ليه لا تغلق كل الأبواب في الدنيا تفتح وتغلق إلا باب التوبة فهو مفتوح الليل نهار فلما فتحت باب التوبة تفتح أبواب الرحمة فلما تفتح أبواب الرحمة ينزل ربنا كل ليلاتين في الثلثة الأخيرة من الليل فلما تفتح لك الأبواب الدعاء فتدعو فيستجاب تفتح لك أبواب الجنة وتظن لمفتوحة في الدخول وبعد أن تترخل تفتح أنت تروح فيه أين تترخل يدعون فيها بفاكهة كثيرة يدعون ماذا؟ يدعون يعني يأمره يأمره يا ولد تتكذا يا غلام سبحان الله ملك في الدنيا لا يملك فلس ولا نقير ولا فتح ولا قطمير لكن ملك معذس يدعون هات كذا وإيه والدعوة بماذا؟ بسبحانك الله طلب وتعاتي ما تشتهيه نفسه سبحانك الله دعوة من فيها سبحانك الله ما في شيء Ankara وتحياتهم فيها السلام نعم نعم وتحياتهم فيها السلام يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشرب شرب ماذا؟ هذه نوع من المشروبات شرب خمر شرب لسه نأتي في صورة محمد أنهار من عسل وأنهار من خمر وماء غير آس مش البحيرات والعيذ بالله فيها التنجيرات النووية وفيها التحالب ويقتل السمك بالله كرم الله عز وجل وما أعظم كرم الله ونعم بالله بعد هذا التجوال والتطوف للحديث بقي أيضا داخل الجنات لكن بساطة الوقت انسحب من تحت أقدامنا ونود من فضلتكم دعاء نختتم به هذه الحلقة على أن نجد من الله سبحانه وتعالى ساعة إجابة في هذه الساعة سبحانك اللهم وحمدك اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعل كل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تدلنا في هذه الديلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا أسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات اش كل مريض وارحم كل ميت وانصر كل مظلوم وتوفنا على الإسلام يا رب العالمين إلقنا الجنة دون سبقة عذاب اللهم أرنا واشك الكريم بكرة وعشية ومتعل بالنظر إليه يا رب العالمين ولا تحرمنا لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم على حفظ الكوثر نشرب من يده شريف شربة لا نضمأ بعدها أبدا في ظل ممدود ونعمة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع إنك على ما تشاء قدر أنت ولي ذلك والقادر عليه إلا منكن أهل لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسيما كثيرا شكرا 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 شكرا